موسيقى الله ينور علي فكرة حرام الديشي دي فكرة جهنمية كده أقدر أزيع المستاد في القهوة والزباين تقتر ده أنا ممكن أزيع حفلات الأسقر يا دعوة كمان الحارة تمالت مثقفين الثقافة حلوة فبرضو طالبها المسقف بيشرب شاي وقهوة وعنابي وبقى ماجي وبقى ليه بس مش القنوات دي ياتي يا ريس يلزم لها اشتراك شهري انت هتدفع ولا ريس مخزنجي ما ادفعش كأبدا القنوات دي بتلم اشتراكات ملايين كل الغلابة اللي ازينا ينبسطوا بقى مالك يا ده حوات بس القنوات دي في الهواء كده يعني لو عايزين يحرصوا عليها كانوا عملوها في النبيب زي الميا خلف جراكت دول مليور دارات يا ابا شوف لي هلا كناة شبكة الكرسون عندك كده انا بقى نفسي قوي قوي افتح دار نشر ايوة وبابا يعرف واحد صاحبه عنده مطبع يتبع لنا الكتب ايه رأيكم دي فكرة هاي لا وخصوصا بقى لو انا بقيت مدير الدار ليه بقى ان شاء الله وانا روحت فين ويأت انا بحب القراية جدا يعني انا ممكن اقرارك الاعمال اللي الناس هتبعتها وقللك رأي اعتبرين يا ستي مستشار نشر بس يا نجل برافو عليك يا امر فكرة حلوة قوي المهم ادرس الموضوع كويس وشوفي فين المكتبات اللي هتاخد من الكتب واهم حاجة الكتب دي تبقى محترمة وهدفة واصلية مش منقوشة من كتب وروايات اجنبية زي ما بيحصل اليومين دول ما تلاقيش ابدا ابدا يا ستي الكل بص بقينك انا هديك وظيفة عشان تشتغل تعمل لنا صفحة على الفيسبوك باسم دار نشر ام الدنيا وتعمل ايميل وتعلن عن فتح باب التقديم اه بس كده ده انا هفتح الباب والشباة كمان الكتب حلوة ما فيش كلام بس الباح مش مضمون ازاي يا رايز انا اقول لك بالوقت هتنشروا لكتاب ودهات صح من يعرفهم مفيش يبقى الاضمن تدفعوهم فلوس الطباعة واما يشتهروا وتضمنوا نغعهم وبقطعونتوا والله عندك حقق رايز بس هي المشكلة بقى ان لسه ما حد الشي عرف الدار يعني احنا عايزين ساقة بقول لك ايه ما تعرفش حد بيكتب حلو يا نعرف ابو الكتابة والعلم كله هو جاي هناك اهو امصر امصر سلام عليكم صحيح اللي بسمعه ده البت امر عاملة مطبعة كتب اسمها دار النشر يا استاذ ميليجي يا ولها يا ولها يا سواد ليلها مجري ورا المصطلحات الفاضية دار ايه وبتاع ايه هي مطبع تسلمها الكتاب تسلمك نسخ مش معضلة يعني انا بقول يا مصطر تنشر معاهم كتاب اللوستة في طبعته الفاخرة و اه وتقب بقى على وش الفتة كده بس هو تنسى نسمة حبيبك المخزنجي اه يا نجمي يا نجمي فهمني كتاب اللوستة ده ما نقول نقل مصطرة من كتاب خارجي تاني قديم لا طبعا ما ينفعش انشر الكلام ده ما هو نفس المنهج يعني حيكتبلك ايه في كتاب العربي غير منهج العربي يعني لا مش موافق انا وايه موضوع انك تاخد فلوس اطباعه من الكتاب على كده اللي هينشر هينشر بفلوسه والموهوب اللي ما معهوش هيدفن انت لو اخترت يا حبيبي كتاب موهوبين هيشتهروا ويبيعوا يعني كل المشهورين دول هم تولدوا عندهم جمهور طب سواني بقى سواني بقى عشان انا بنزل فيلم زين الزناتي الجديد مش عارف هركز معك انت بتعمل ايه مش ده الفيلم اللي نزل امبارح لقوا سرقوا ونزلواوا عن نت كده حرام والله العظيم على فكرة يا نجم يا تستنى اما يجي في التليفزيون يا تنزل بقى تدخله في السينما يا منتي الناس مكسروا السينمات عليه ده بيدراهوا بعض بالجزء مقدام السينما ويندا تلايله ولمينه 3-4 مليون على قل يعني يا جات علي انا يا ابني يلم زي ما يلم الله ده حق اللي شغالين في الفيلم مستكتروا عليهم ليه مرة في مرة محدش هيدخل سينما وكل شركات الانتاج حتقفل ومش حابة فيه سينما في مصر خالص نبقى نتفرج على أفلام أجنابي ساعتها يا ساتر هو مفيش عقل ولا انتماء كده خالص بيع تزين الزناتي والسينما والبلد كلها في لحظة واحدة صحيح ودق لي للأصل والله ما نقعد لكو فيها انا حنزل اشوف المطش المتشفر على القهوة تحت سلام عمره ما هيتغير نجم ده عمره ما هيتغير بقى كتاب القصطع يترفض من البيت المفعوصة دي؟ يو الحال يا سواد لله شو وقت ساطق دك على الصبر يا ماستر دلوقتي عرفت لك مطبعة زمت صاحب ومتتخيري به أبدا عن زمتي هناخد نسخة واحدة من الكتب اللي принципе امر ونطبعها في المطبعة التانية نغرق بي هالسور بسعر أرخص ما احنا هنطبع على ورق أي كلام ولا هندفع فلوس لكتاب ولا ضرايب ولا نسب للمكتبات فالناس تشتري من الكتب المضروبة وهم يخسروا اللي وراهم واللي قدامهم تستاهل تستاهل بنت مدنيا منها لله منها لله كمان وكمان أما تقفل بقى دار النشر دي نتدور على باقي دول النشر في مصر هم يكلفوا ويتعبوا وإحنا نلحط المهلبية في الآخر ونغرا يا رجالة يقلوا الظلط اللي يعترض ما يلومش اللي نفسه وتنشر لي بقى كتاب القسطة واغتين أنا بقى كتاب قسطة إيه اللي نشره ده دي مطبعة ادفع أطبع لك ما تدفعش وريني عرض كتافك هلأ نشر إيه أوريك عرض كتافي طب يا ويلك يا سواد ليلك الحقيني يا تيتا الحقيني يا إما النشرين اللي زيك حيفلسوا يا إما حيضطروا يغلوا سعر كتبهم أكتر عشان يلحوا على مصارفهم مش حينفع إحنا لازم نبلغ بس مين بقى اللي بيسرق الكتب لا ولا نبلغ ولا نعمل أي حاجة إحنا ناخد تمن الطباعة من الكتاب وخلاص يا إما سيبك بقى من كتب الثقافة وكلام الفارغ تبا أقولك إيه تعالي نفتح مصنع صغير كده للملابس نلتش فيه شوية تصميمات من المركات الأجنبية ونعمل زيها بأي وماشي ونغرق السوق خلي الغلبة تبسط أما أنت غريب قوي هما الغلبة يعني ما ينبسطوش غير بالسرقة ما هو فيه دوم سعرها معقول مش لازم المركات يعني والكتب الغالية فيه قصادها كتب الهيئة العامة وقصور الثقافة أرخص طبعا بكتير والقنوات المشفرة فيه قصادها آلاف القنوات المفتوحة يا ابني أعقل بقى وبص للكرسة اللي أنت واللي زيك بيعملوها كل يوم ويقولوا هي جات علينا آه جات علينا ويبدأ بنفسك واللي حواليك بالتدريج حيتغيرها الله أنت عندك حق بس أنا يعني نزهي بطبعي وأحبي نزهي بفلوسك تشتير اللي أنت عايزه مش تسرقه ونبقى دلوقتي حالة نعمل لك منظر وانزل معي يا نجم نشوف مين اللي بيسرق الكتب وانبلغ عنه لو واحد بس اتقبض عليه الباية هيخاف أوه الله العظيم أيوة هننزل سوا ونتضرب سوا أنا بقول لك أوه ما تخافش كلنا وراك يلا أوه